اشتركوا في القناة على نار حامية والرعي يندد باحتمال الشغور الثانية والربع بتوقيت بيروت اهلا بكم الى هذه النشرة التي تبث ايضا عبر الموقع البداية مع اخر تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية حيث اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي يائر لاببيد الى ان بلاده تجري مناقشات بشأن التفاصيل النهائية المتعلقة باقتراح الوسيط الامريكي موضحا ان العرض قيد المراجعة القانونية وبعد الانتهاء من ذلك سيقدم القرار بالاشتراك مع وزير الدفاع بني جانس ورئيس الوزراء المناوي بنفتالي بنات بالتنسيق مع المستشار القانوني الى الحكومة لمناقشته والموافقة عليه واكد لاببيد ان الاقتراح يحافظ بشكل كامل على مصالح الامن السياسي لاسرائيل فضلا عن مصالحها الاقتصادية لافتان لانه يعزز امن الشمال ويسمح لجهاز الحفر في كاريش بان يعمل وينتج الغاز ما سيدخل الاموال الى خزائن الدولة ويضمن استقلالا اكبر لاسرائيل في الطاقة ولفتالاببيد في المقابل الى ان ليس لدى اسرائيل اي اعتراض على تطوير خزان غاز لبناني اخر مشددا على ان بلاده ستحصل على العائدات التي تستحقها ومعتبرا ان مثل هذا المخزون سيضعف اعتماد لبنان على ايران ويحد من قدرة حزب الله ويحقق الاستقرار الاقليمي على حد تعبير رئيس الوزراء الاسرائيلي في المقابل شنى رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق والمرشح لخلافة لاببيد بن يمين نتنياهو هجوما كبيرا على الحكومة الاسرائيلية معتبرا ان رئيس الوزراء الحالية اير لاببيد قد خضع بشكل مخجل لتهديدات الامين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وسلم لبنان مساحة سيادية اسرائيلية على حد تعبيره واشار نتنياهو الى ان اي اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان لن يكون ملزما له في حال وصل الى السلطة اما لبنانيا وفي وقت تشير معلومات الو تي في الى اجتماع تقني لدرس المقترح الامريكي في بعبدة غدا على ان يمهد الاجتماع سياسي اشار رئيس مجلس النواب نبيه بره الى ان الاقتراح المكتوب من الوسيط الامريكي اموس هوكستين يشكل مسودة اتفاق معتبرا انه يلبي مبدئيا المطالب اللبنانية التي ترفض اعطاء اي تأثير للاتفاق البحري على الحدود البرية اما نائب رئيس مجلس النواب اليسبو صعب فاعلن ان الاجواء ايجابية اكثر من اي وقت مضى وقال نحن بانتظار اجتماع اللجنة التقنية بعد ترجمة الاتفاق الى العربية لطرح الملاحظات اللبنانية عليه مؤكدا وجوب احداث تعديلات على النص المقترح وكاشفان ان السفيرة الامريكية اكدت ان هذا النص غير نهائي وقابل للتعديل لكنه شدد على ان التعديلات التي سوف يقترحها لبنان غير جوهرية بصعب شدد على ان الفكرة متفق عليها وتحتاج الى ترجمة قانونية وتقنية يجري العمل عليها ورأى ان هذا الاتفاق هو ثمرة الموقف اللبناني الموحد الذي اثمر تنازلات مقابلة واليوم اشار البطريارك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي الى ان عدم انتخاب رئيس جديد هو فعل تخريبي لضرب المركز الاساسي في الدولة ومن الدمان اكد الراعي مواصلة الصلاة لانتخاب رئيس معربا عن خشيته من ان يستمر ربط الجلسات الانتخابية بالتوافق بدوره امل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارتودوكس المطران اليس عودي في ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية واتمام الاستحقاق من دون تأخير وان لا يصل الى المركز اي ساع الى كرسي او لقب بل من يملك رؤية وبرنامج عمل ويكون ذا مصداقية ويسعى الى انقاض اشلاء هذا البلد لا ان يكتفي بالوصول الى المركز وتحقيق الاطماع التي يحملها والجوع الى السلطة والمال نظمت جمعية بربرا نصار لدعم مرضى السرطان مسيرة تضامنية مع المصابات بسرطان الثادي في لبنان لمناسبة شهر التوعية حوله تحت عنوان ما بدنا اضوية بدنا ادوية وانطلقت المسيرة من امام تمثال المغترب باتجاه ساحة الشهداء في الوقت الذي انطلقت فيه مسيرات تضامنية ايضا في كل من فرنسا تونس ومصر وفي هذا السياق دعا نقيب الصياد الى جوسلوم الى اقرار ثلاثة قوانين في مجلس النواب اولها رفع القيمة المخصصة لدعم ادوية السرطان من 25 مليون الى 60 مليون دولار شهريا ثانيا حماية النظام التتبعي الذي يمنع سرقة دواء السرطان ويمنع تهريبه الى الخارج وبيعه في السوق السوداء كما جرت العادة ثالثا تعديل النظام المعمول به في الكارنتينة والقادي بتوزيع الدواء مجانا للمرضى الذين ليس لهم جهة ضامنة على ان يشمل التوزيع كل المرضى واشدد على ضرورة ان يكون دواء السرطان والدواء بشكل عام على رأس سلم الاولويات في التفاوض مع صندوق النقد الدولي المزيد من الاخبار ولكن بعد الفاصل الخبر الاخير حيث ذكرت صحيفة سندي تايمز مساء السبت ان الملك شارلز الثالث لن يحضر مؤتمرا مناخيا سيعقد في تشرين الثاني في مصر بعد اعتراض رئيسة الوزراء على مشاركته وكان الملك الجديد المدافع عن قضايا البيئة والذي خلف للتو والدته اليزابيث الثانية يعتزم القاء خطاب خلال قمة المناخ لكن رئيسة الوزراء احبطت نواياه هذه واعترضت عليها خلال لقاء شخصي مع الملك مؤخرا وبهذا نصل الى ختم نشرتنا للمزيد تابعونا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الموقع شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء